أكد عضو تنسيقات شباب الأحزاب والسياسيين أهمية تتمكين ودعم الشباب في ريادة الأعمال من خلال تيسير التحديات التي تواجههم أشار مين عماد إلى تقديم مقترح لدعم مشروعات الشباب من خلال تنفيذ مبادرة مباثلة لمبادرة إبداء للتطوير وتحويل هذه المشاريع الصغيرة إلى مشاريع تخدم لاقتصاد المصري الملف اللي كان بيتناقش النهاردة هو بيخصه مستقبل الشباب ودي حاجة كلنا بندعمه كل الأحزاب وكل الملفات السياسية اللي بتتناقش ببهدفها مستقبل البلد فهو مستقبل الشباب مرتبط بهذا المستقبل يعني لجنة الريادة أو ملف ريادة الأعمال بالذات كنا بنتكلم فيه أنه فيه تلت مشاكل أو تلت تحديات رئيسية هم التأهيل والتمويل والتطوير التلت ملفات دول هم أكبر لتحديات في ريادة الأعمال أنا فيه فجوة كبيرة جدا ما بين اللي بيدرسه الطالب وما بين احتياجات سوق العمل والريادة الأعمال فلازم أأهل الطالب ده يعني إيه ريادة أعمال يعني إيه دراسات جدوى يعني إيه يبقى فيه أسس للمشروع بتاعك بعد كده هاجف مرحلة التمويل إن أنا لازم أوفر له مبادرة ما بين صندوق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة متنهية الصغر لتمويل المشروعات القائمة اللي ممكن تطلع من الشباب كمشاريع تخرج أو حاجة زي كده ونيجي بالإضافة في الآخر خالص لتطوير المشاريع دي بعد ما تقام إن إحنا نعمل مبادرة رئاسية وطنية على غرار مبادرة إبدأ الصناعية بتطوير المشاريع الصغيرة والمتنهية الصغر لتحولها المشاريع ضخمة تؤثر في الاتصاد والشباب